السلام عليكم. النهاردة سنتكلم على مراحل المشروع من خلال الريال انستيوت بريتش ارتكستشار سنتكلم هنا على سبع مراحل للمشروع بيبدأ من نحن نحط الاستراتيجية ونعرف ايه اللي هنشغلت ازاي الوثيقة ديات بتقولي المراحل وبتقولي اهم الوثيقة اللي هنشغل عليها والتسك بتاعنا ايه يعني مثلا اول مرحلة استراتيجيك ديفينيشن بنبدأ نعرف الاستراتيجية بتاعتنا في المشروع اه بيبقى اهم حاوسيقى عندي asset information requirements بنزبط الاي اي ار بنجهز الاي اي ار لو هي موجودة بنبدأ برضو لسه ما حتناش الكونسبت بيبقى اهم حاجة عندي ان انا اعرف المالك عايز ايه فعشان كده فيه وثيقة كنا شوحنا بتفصيل اسمه اي 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 ار انبليارس information requirements بعد معي وقوله انت محتاج ايه في المشروع وايه النقاط اللي ممكن تفيدك ولو انت مسلا مهتم بالبيئة هنعمل لك كزا لو انت مهتم بالتوفير تكلف هنعمل لك كزا وممكن نعمل لك تمام بعد كده نخش بقى المحرار اللي بعديها مراحلات تانية concept design بنبدأ نعمل ال cost design بيبقى اهم حاجة بالنسبة لي ال post contract اللي خاص بال design team وده بيبقى خاص بي نحن design team بعد كده بيخش في development design بيبقى مهم عندي ال post contract ال post contract بيبقى جزء منه ال EIR تمام وبعد كده ال technical design بيبقى ال post contract بي بي الخاص بال main contractor وبعد كام خاش بقى بمرحلة البناء ال construction برضو بيبقى مهم عندي ال post contract بي بي وبيبقى test information requirement وال BLQ ديت عبارة عن صاحب المشروع بيبعت اسئلة لصابلاير يتأكد هل هم ماشيين على الطريق اللي هو احطه على لا مفروض في كل مرحلة مراحل بيبعت BLQ اقول له احنا وصلنا فين وهنعمل ايه كنا شرحناها في فيديو سابق دور بس على BLQ على قناة بيم ارابيا اتلاقينا احنا كنا حطينا وحطينا الوثيقة اللي انت ممكن تبعثها كل مرحلة في مثلا عشر اسئلة بتبعثهم ايه اللي استراتيجية بتاعكو طب ايه اللي تم طب هتتم ازاي طب بحيس لو هو ليه فكري اللي بختلف او بش هيقدر يعمل لك الشغل في المعد بتبدأ تتفي معي وممكن تغير العقد لو الموضوع هيطول معك وبعد كما نستطيع بنسلم المشروع هندوفر عند كله زاوت فيبقى البصد كنتراكت بي بي والسوفت لاندينج وبعد كده اثناء التشغيل بيبقى اهم حاجة بالنسبة لي كل ده خلاص اختفى بيبقى اهم حاجة بالنسبة لي asset information requirements والتسكي بتاعي في المرحلة دي ان انا كل شوية بعمل update للا AIM دي نظرة سريعة على الوثيقة ديت ولو جينا نبص هنا بعض الوراق اللي سهلانة احنا نفهم العلاقة مسلا بين client والconsultant الconsultant عايزي من client عايز منه EIR تمام طيب و client عايزي من consultant عايز منه البي بي بي بعد كده العلاقة بين client والcontractor برضو لازم الcontractor يبعرف client عايز ايه فبيقوله ان عايز منك ال EIR وبعد كده الcontractor هيدي client الcontractors proposal اللي هو الري contract وبعد كده ال UOC مع السابلاير في عقد موجود وهنرجع للCICBMP protocol ده بيوضح التفاصيل والAIR ده موجود معانا والسبلاير بيبعت له ال UOC البوست contract البي بي او الcontractor proposal دي العلاقة بأثناء المراحل المشروع اعداد موسيقى